مسقط في صنعاء والأمم المتحدة في طهران في مهمة وساطة دولية الهدف منها إقناع ميليشيا الحوثي بالتعاطي الإيجابي مع مبادرات السلام وسط مواشرات على فشل جديد يعيق إحراز أي تقدم حقيقي فرغم مرور خمسة أيام على وصول الوفد العماني إلى صنعاء إلا أن الأنباء الواردة تشير إلى مراوغة الحوثيين ولجوئهم إلى اشتراطات على الوسطى العمانيين تتضمن المزيد من الامتيازات والتي من ضمنها فتح مطار صنعاء وتنشيط مواني الحديدة دون قيد أو شرط وهذه الامتيازات تلقى رفضا من الحكومة المعترف بها دوليا والتي تضع وقف إطلاق النار شرطا أساسيا لتنفيذ الملف الإنساني وهو ما أكده وزير الخارجية أحمد بن مبارك خلال زيارته لمسقط حيث دعا منها الحوثيين لاقتناص فرصة تحقيق سلام عادل ودائم ولأن الجهود التي تتصدرها سلطنة عمان تراوح مربعها الأول تحركت الأمم المتحدة بشكل موازن باتجاه إيران بهدف دفعها لممارسة الضغوط على حلفائها الحوثيين ولم تظهر حتى الآن أي بوادر إيجابية من زيارة المبعوث الأممي مارتني جريفث لطهران سوى تكرير الخارجية الإيرانية طرح الشروط الحوثية للحل رفع حصار التحالف وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية حتى اللحظة فإن التحالف والحكومة الشرعية ترفضان الشروط الحوثية الإيرانية ولا يعلم هل الوساطة العمانية التي تجري بضو أمريكي قد تثمر اختراقا لصالح الجهود الدولية أم ستفضي إلى تنازلات لصالح الطلبات الحوثية والتي تحقق في حال تنفيذها وفق مراقبين انتصارا سياسيا ليس فقط لميليشيا الحوثي بل أيضا لطهران اشتركوا في القناة